والله موضوع التوكتوك ده موضوع مثير للغثيان التوكتوك عندي في مصر دواتي زي ما بيقول في التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم متحدث باسم الوزارة عندنا 450 ألف توكتوك تم حصرها يعني نصف مليون فيه في مصر اللي تم حصرهم بس اللي احنا وصلنا لهم يعني اللي اتعرسنا عليهم حاولي نصف مليون توكتوك قال لك ان فيه 245 ألف توكتوك تم ترخصهم يعني رخصنا نصفهم تقريبا 50% هيشتغلوا فين قال لك هيشتغلوا في القرى والريف ومش هيطلع على الشوارع الرقصية يعني رخصناها هيلتزم ونبدأ عملية زي ما قال مصطفى مدبولي وجه يتم استبدال التوكتوك بسيارات فان علشان نعمل حاجات كتير جدا قال لك نقضي على عمالة الأطفال ويبقى فيه تأمين ويبقى فيه الفيلم اللي احنا قلناه أستغفر الله العظيم انتو عارفين موضوع التوكتوك لما جاي خش مصر مع عشر سنين انا شخصيا اعدت هاتي انا شخصيا اعدت هاتي واكتب التوكتوك جلطة فيه شرياء الاقتصاد المصري التوكتوك هراب مش عارف ايه ايه الحقوة يا جماعة العمالة المصرية ضاعت الصناعية المصرية راحوا مش لقين لناس بيشتغلوا في الصناعات اللي في المعمار ولا المقاولات ولا الناس يعمل في الزراعة ولا الناس ضرع عن بيض محرة ما تلاقيش فين يا عم المعلم فلان اللي كان بيشتغل بيتلاف ايده في دهب صناعي بتاع سيراميك ولا بتاع بلاط ولا راجل بتاعه محرة ولا بتاع مش عارف ايه ولا سباكت يقول لك يا عم ده سبت صنعة راح فين يا عم طلع يسافر برا يشتغل برا قال لك لا ده راكب توكتوك بقى الوسطى فلان المعلم فلان الراجل اللي كان ايده بتتلاف في دهب صناعي نجار موبيليا ما حصلش نجار مكتب ما حصلش نجار باب شباك ما حصلش راحوا فين يا عم يقول لك ده خلاص اشترى توكتوك بالقص قاعد مشغل فيه المزيكة واغاني المكلسوم وكتب حياتي يا عين وشغال عمالي غانة النهار وركب ناس جنبه وعايش تمام وينسى الصنعة انا رائبت القصة في حينها من عشر سنين وكتبت فيها مقالات وقلت يا جماعة الصناعة المصرية والحرف المصرية والصناعية والاستوات المصريين في زمة التوكتوك قضى عليهم دلوقتي يروحوا والكلام اللي بقولوا كل ناس عرفها دور على سباك يلا ابحث رحلة البحث عن سباك رحلة البحث عن عامل يومية رحلة البحث عن عامل نظافة رحلة البحث كله راح فين يشغل على التوكتوك شغلانا سهلة وبسيطة بتجيب فلوس في اليوم وخلاص شغل بالقص التوكتوك بيعمل ايه بيلوس البيئة بيعمل زحام عشوائية نوع من التلوس البصري والتلوس السامعي والتلوس الشم وكله كوارث التوكتوك مش اختراع مصري يا سيدي ما انا عايز نفسي واحد مصري يطلع يختراع الاختراع حقيقي يقول لي ده عشان البيئة المصرية يعني عندي مئة مليون وعندي زحمة وعندي قعديف 4% من ساعة مصر يطلع لي حاجة زي كارتة زي غير انا ما عرفش انا مش خبير الهند عملوها لانها تناسب الدولة الهندي والمجتمع الهندي بيسموها في الهند ركشة موجودة في الهند لكن انا ما تنسديش في مصر تلاقي التكاتي كماشية زي النمل في الشارع وفين في شوارع رئيسية وتلاقيها فين في محاول رئيسية تعطى المرور تعمل حوادث خادث الصناعية مننا ايه الخلاصة؟ ولجنة مش عارف ايه وغاهب الجوب كله ضايع محدش بيسمع حد محدش بيسأل حد والمستوردين يجبوا التكتك من بره ويكسب وفيه ناس راحت بيطور الصناع راه عملوا مصانع لتجميع التكتك في مصر وخدوا ترخيص وغيره بقى التكتك وقطع جارة التكتك صناعة رائجة شغلت ناس شغلت ناس بس شغل كاذب محدش يزعل يعني واحد يطلع يقول لي القرار بيؤدي الى تشريد نص مليون اسرة والنص مليون اسرة كل واحد فيهم بيسرف على اربعة يعني اتنين مليون اقول له انت جداب ومش عارف ومش فهم ليه؟ لانه حضرتك الناس اللي شغلين او معظمهم عشان ما بقاش متجاوز معظم الناس اللي شغلين على توك توك كانوا صناعية واستوات ومهنيين في وظائف اخرى اكتر انتاجية واكتر ربحية هجروها في لحظة ما ما كانش عندي شغل وراحوا ركب التوك توك ففكرة ان انا بقعدهم في البيت مش صحيحة فكرة انه عندهم وظائف اخرى واردة فكرة الناس اللي ما عنداش وظائف وهو شغلو التوك توك هينتقل من توك توك الى فان زي فكرة التكسيات اللي هو بيدوسوا الزمان لما عملوها بتكسيات بيضة نفس الفكرة والدولة مش بتاجر بالناس مش هتبتز الناس لكن ده منظومة اصلاح ضرورية وواجبة وده دي شغل المحليات المحليات تشتغل والناس اللي موجودين في الاقليم نشتغلوا لو كان تم مواجهة قضية التوك توك من عشر سنين ما كانش تفقمت النهاردة لو كان الصداع اللي عند هذا القطاع خدنا له سبرينة بس من عشر سنين ما كانش يستفحل وتحول الى ورم السرطان النهاردة مش عارف استقصله كل قضيانة بهذا الشكل نتساهل نتسيب نهمل هذه هي النتيجة النهاردة الدولة بتواجه ارجو انه الكل يساهم والكل يساعد والكل يتفاعل لانه في مصلحة الناس هل الدول بتقول احنا هنوقف التوك توك فالناس بتقع التوك توك يسعله هي الدولة عايزة تدايق الناس هي وفي دولة في العالم في مسؤول في العالم هدفه انه يدايق الناس انه يغيز الناس انه يكيد الناس انه يخلي الناس مش مبسوطة اكيد لا اكيد ما فيش حد عاقل هيعمل كده بالتأكيد فالحكومة بتاعتنا حكومة عاقلة وحكومة رشيدة وحكومة صادق انا بقول هذا الكلام عايزة تعمل ربما مش كل اللي عايزة بتعمله لكن الحكومة عايزة تعمل حاجة هل هي كده الصبح كده مصطفى مدبولي ناين شافح علمي انه يغير التوكتوك بفان لا طبعا تقارير وارقام واحصاءات وحوادث وتلوس وغياب عن الميهن والصناعات الاخرى بتقول لمتخزقها هياخد قرار مؤلم هيداء البعض لكنه لمصلحة الاكترين اللهم بلغ اللهم تشعر